السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي معظم الثقافات أو جميع الثقافات تقريبا تستخدمه بكميات قليلة في بلادنا العربية مثلا الصينيين اليابانيين وحتى في الغرب فلازم يكون في سبب لهذا الموضوع وليش لازم نتناوله بكميات قليلة أو كميات معقولة يعني نحن العرب مثلا نستخدمه مثلا مع الزيت والزعتر بكميات قليلة نستخدمه مثلا مع الفلافل بكميات قليلة مع السلطات بكميات قليلة ما بنكثر منه على الخبز أو الكعك ما بنكثر منه بتلاقي مرشوش رش يعني مش كثير إلا إذا استخدمناه على شكل طحينة وحتى لو استخدمناه على شكل طحينة ما بنكثر منه يعني صحن الحمص مثلا واحد بحط عليه معلقة أو معلقتين من الطحينة وأحيانا بيجوز مرة بالشهر أو مرة بالسنة أو مرة بالستة أشهر الإنسان بيستخدم كمية كبيرة من الطحينة عشان يعمل الكفتة بالطحينة وهاي مشهورة في بلادنا العربية فلازم يكون في سبب لهذا الموضوع وليش لازم نتناوله بكميات قليلة أو كميات معقولة مع أنه غني بفيتامين با واحد وغني أيضا ببي ثلاثة وبي ستة وكمية ممتازة جدا من الكالسيوم والمغنيزيوم والفسفور والزينك ويساعدنا جدا في تحسين جهاز المناع وضبط مستوى الإنسولين في الدم وبالتالي يساعدنا في مسألة مقاومة الإنسولين وضبط مستويات السكر تقليل الالتهابات يساعد في التخفيف من أكسدة الدهون آلام المفاصل تحسين نشاط الغدة الدرقية يعني ممتاز ذا اللي عنده خمول في الغدة الدرقية الوخز اللي بيجي في الأقدام في الأعضاء الطرفية الوخز اللي بيجي في الأقدام والخدر بيساعدنا كثير لأنه غني جدا ببيتامين بي واحد والمغنيزيوم المهمات جدا لهذه الحالة وأيضا انتفاخ الأقدام أو القدم أو القدمين أيضا لنفس السبب لأنه فيه بيتامين بي واحد عالي ومغنيزيوم مرتفع ممتاز جدا لصحة الجهاز الهضمي ويقلل الإمساك يساعد في الحفاظ على نظارة الجلب يساعد في مشكلة نقص الحديد وفيه مواد تساعد جدا على حمايتنا من بعض السرطانات السرطانات الهرمونية اللي تتعلق في الهرمونات وخاصة سرطان الثني وسرطان الرحم والبروستات لكن إخواني وأخواتي إذا بنخبص وما بندير بنا للأكل هذه الأمور ما رح نحصل عليها طيب هل له أضرار؟ أنا شاهد في الإنترنت أكثر من عشر فيديوهات عن السمسم ما حد يشذكر الأضرار ما فيش يعني السمسم هذا ما عندوش أضرار بالمرة ولا لازم أنه نحضر منه ونتناوله بكميات قليلة ومعقولة وخاصة زيت السمسم وهسا بدنا نعرف ليش وسؤال ثاني هل يحسن ضغط الدم؟ يعني كل الفيديوهات اللي شفتها أول فائدة من فوائد زيت السمسم أنه يحسن ضغط الدم فبدنا نشوف الموضوع هذا مع بعض والحكم إلكوا بعد ما نشوف شو المكونات اللي فيه رح تعرف أنت أنه هل يصلح ونكثر منه ونشرب زيت كثير ونستخدمه في الطرق ولا لا كل مئة غرام سمسم فيهم 24 غرام من هذه المادة اللي انتوا شايفينها شو هي هذه المادة اللي هي الدهون الثلاثية الفاتي أسد الدهون الثلاثية 24 غرام تقريبا نصف كمية اللي موجودة في السمسم هي عبارة عن دهون غير مشبعة من الدهون اللي احنا بتضرنا وهينا ماشيين ومستمرين إن شاء الله إني أشرح منها الأوميغا 6 عادي جدا بالأوميغا 6 وأنا ما بقوله أن الأوميغا 6 مضر لا مش مضر جسمنا بيحتاجه بس لازم يكون فيه نسبة وتناسب ما بين الأوميغا 6 والأوميغا 3 فهذا عالي عالي في الأوميغا 6 وشرحنا قبل هيك عن الدهون بالتفصيل الدهون الأحادية الدهون المشبعة الدهون الثلاثية مشروحة في فيديو موجود في قناتنا في اليوتيوب طبعا الدهون المشبعة موجودة في اللحوم ومنتجات الألبان كاملة الدسم البيض الزيوت الاستوائية مثل جوز الهند والنخيل الدهون الأحادية موجودة في الزيتون وزيته الفول السوداني الأفوكادو المكسرات اللوز والبندق وبذور القرع وأيضا موجودة في بذور السمسل نشوف نسبة الدهون اللي موجودة في السمسل من الدهون المشبعة الممتازة اللي ممتازة لجسمنا فيه 7 غرام من المونوستريتد اللي هي اللحادية فيه 19 غرام أغلبها كويس ممتاز يعني لكن من دهون الينونيك أسد هاي البولي أنساتريتد فيه 24 غرام تقريبا أربع أضعاف الدهون المشبعة هاي الدهون وين موجودة الدهون اللي هي غير مستقرة وغير مشبعة في بذور عين الشمس بذور الذرة فول الصوية زيت الكنولة وموجودة في السمسل يعني موجودة في الزيوت النباتية وإحنا بنقول الزيوت النباتية هاي اللي جابت لنا البلد فلازم ندير بالنا وحتى لما نستخدمه للطبخ يعني أنا شفت أنا عايش في جنوب شرق آسيا فترة طويلة لما بطبخوا الصينيين اليابانيين الأندوليسيين الماليزيين الفيتناميين الكوريين تايلند الفلبين من زيت السمسم ملعقة أو ملعقتين فقط على كل الطبخة في ناس بتطبخ فيه بكميات كبيرة لا ما بينفع لأنه هذا أغلبه دهون غير مشبعة دهون غير مشبعة والفيديو هذا اللي شفتها كلهم بيقولك ممتاز لصحة القلب ممتاز مش عارف إيش ممتاز للضغط لأنه في نسبة عالية من إيش من الدهون الثلاثية الغير مشبعة هذا ما بينفع الكلام مهل غير مشبعة هاي ما احنا مبليين فيها من ستين سنة من يوم ما طلعها أنس الكيز هذا والناس قلبت من الدهون الحيوانية إلى الدهون النباتية فندير بالنا من زيت السمسم وما نكثر منه وكل شيء باعتدال بيكون ممتاز اللي عنده حساسية السمسم لما يتناول سمسم يشوف أي تغيير في جسمه فيمتنع عن تناوله وتراجع الطبيب ليه؟ لأنه هذا ممكن يسبب لك يعني الحساسية هاي ممكن تجيك سيفير يعني قوية وتسبب لك شيء مشاكل في التنفس ومن هاي الأمور فدير بالك إذا عندك أي تغيير أي تغيير بعد تناول السمسم أو زيت السمسم توقف عن تناوله وراجع الطبيبة إذا بتشرب زيت السمسم أو بتتناول السمسم أو اللي بكنا ناكلها زمان هاي اللي بنسميها السمسمية اللي هي عبارة عن سمسم وسكر بيصير عندك أي شيء في المعدة تلبك مغص يعني تتوقف وتراجع طبيبك أيضا ما ننسى إنه فيه الفايتك أسد الفايتك أسد هذا بمنع امتصاص المعادن اللي موجودة فيه ولا رح أذكرها لاحقة يعني بمنع الامتصاص فعشان إحنا نخلص من هاي المشكلة طريقة واحدة حمصه بس حمص السمسم قبل ما تتناول وعندي نصيحة إخواني وأخواتي نصيحة لا تضيع صحتك أو حل مشكلتك لسبب خمس دقائق أو عشر دقائق أو حتى ساعة أو ساعتين ما بينفع أي فيديو بتضغط عليه سواء في قناتكم هذه أو قناة أخرى شاهد الفيديو تعلم خذ المعلومات يمكن يكون حل مشكلتك أو مشاكلك في هذا الفيديو ونصيحة أخرى احمي نفسك وأبنائك وعائلتك وابدأ الآن ابتعد عن السكر وباقي الممنوعات المذكورة في معظم الفيديوهات اللي موجودة في القناة معظمها يعني بقول تسعين في المئة منها موجودة هاي الممنوعات يا تسعين يا ثمانين في المئة ولا تتناول إلا طعام حقيقي واللي بيسألني شو هو الطعام الحقيقي الطعام الحقيقي اللي ما عليه ليبل ما عليهوش ليبل ما في عليه ليبل هذا طعام حقيقي أما هذا اللي عليه ليبل فما هو طعام يعني ما هو أصلاً مش طعام وضرره أكثر من نفعه الطعام الحقيقي اللي أنت بتحضره أو بتطبخه في بيتك وبتوكله أنت وعائلتك في يوم في اثنين في ثلاث مش يقعد على رفوف سنوات هذا هيك بيكون طعام حقيقي ولإخواني وأخواتي المدمنين على الأكل ولا يتحد السكري عندي لكم سؤال متى ستبدأ بتحدي السكري متى ستبدأ بترك كل هذه المأكلات اللي بتجيب لك الضرر ما بتنفعك هي شكل كأنها طعام لكنها مش طعام هذه ضرر ويا حب ذا إذا بتمارس الرياضة في الجيم إذا استطعت أو رياضة الجري وعلى أقل تقدير المشي أود أن أشكر جميع أبطالنا أفراد عائلتنا متحدي وقاهري السكري اللي انضموا إلى هذه القناة أشكركم من أعماق قلبي وأشكر أيضا كل من سينضم إن شاء الله وإذا كنت بتشاهدني للمرة الأولى معكم أخوكم الدكتور علي القاسد ونحن في هذه القناة لا نقدم المعلومات فحسب ولكن نغير حياة الناس للأفضل طبعا وممكن في بعض الأحيان أنه ننقذ الأرواح فإذا كانت صحتك مهمة بالنسبة لك وكنت تعاني من أمراض العصر كالسكري أو ارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب والأعصاب أو تريد تخفيف الوزن الزائد والدهون في جسمك وتحمي نفسك وعائلتك من مضاعفاتها المرعبة وتقلل من الأدوية أو حتى تتخلص منها نصيحتي أن تشترك في هذه القناة وتشاهد أكبر عدد ممكن من الفيديوهات لسبب وجيه وهو أنه في شيء أهم من اللي راح تستفيده من أي فيديو الأهم أنه شورح فوتك إذا ما بتشاهد هذه القناة سوف تعلمك علم الطعام وهو ما يوجد في الأطعمة من ساعة ما تطلع من الأرض إلى أن تصل إلى فمنا ويعلمك علم التغذية ألا وهو ما الذي يحصل في جسمك بعد تناول هذا الطعام أو ما الذي يحصل لهذا الطعام بعد أن يدخل إلى جسمك إلى أن يصل إلى الخلية وستعلمك أيضا كيف تصبح طبيب نفسك بمعنى أن لا تزور طبيب وكلها نصائح من تجربة الشخصية ونجاحي بحمد الله مع مشاكل العصر الصحية وتخفيف وزني 27 كيلو في ثلاثة أشهر ورابط فيديوهات قصتي في صندوق الوصف والتي ستعطيك نتائج ممتازة إن شاء الله واعتمادي على الله جل وعلا وعلى مجموعة من أمهر وأصدق الأطباء والجراحين وعلماء التغذية في العالم أولهم هو الطبيب اللي دلني على هذا الطريق ألا وهو جيسون فانغ الدكتور جيسون فانغ من كندا صيني يعيش في كندا ومن أشهر كتبه The Cancer Code The Bates Code وأوبسيتي Code والدكتور جون يتكن من بريطانيا وهذا كتابه Pure White and Deadly هذا كتاب مهم يشرح حقيقة السكر والبروفيسور تيم نوكس من جنوب أفريقيا وهو معروف بتحدي النماذج الشائعة والقديمة في مجال الطب والتغذية له أكثر من 750 مقالة علمية وبحث علمي وتم الاستشهاد بكلامه في أكثر من 16 ألف بحث طبي وعلمي والبروفيسور دكتور روبرت لستيج من أمريكا أخصائي الغدد الصماء وأستاذ طب الأطفال ومن رأيه وبرأيه الشخصي هذا الكتاب Metabolical هو بالنسبة لي من أهم كتب الطب اللي يجب الإطلاع عليها من جميع الناس وإن شاء الله رح نعطيكم ملخصات هذه الكتب في هذه القناة وكلهم وما يقارب 1900 طبيب آخر من جميع أنحاء العالم حدفهم واحد ألا وهو تغيير ما فعل هذا الطبيب عام 1961 واللي ضيع وأهلك البشرية وتذكر أخي وأختي أننا في هذه القناة لا نعطي المعلومات فحسب ولكننا نغير حياة الناس بإذن الله وأحيانا وممكن أن نكون ننقذ الأرواح فكن واحدا مننا وشارك هذه القناة وهذا الفيديو مع كل شخص بتحبه وبهمك أمره لأنك ستؤجر على فعل الخير وهذا الخير الذي تفعله رح يرجع لك بطريقة أو بأخرى أشكركم جدا على الحضور والمشاهدة وأشكر أيضا فريق العمل بارك الله فيكم تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر